السلام عليكم واني زنوبيا بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيا تشنال وحبيتي اليوم اعرفكم على مكياجي اليومي وشن المنتجات اللي اخليها لما اخلي ميكاب واطلع الصبح تابعوا اياي الفيديو حتى التعرفون اليوم رح اعرفكم شن المنتجات المكياجي اللي استخدمها دائما وهمين اعرفكم على انواع مزينة سببتلي تصبغات فاني ما اريدكم تاخذون من عدها انا بعد ما اخلي عناية البشرة مالتي واخلي واقي الشمس ما اخلي برايمر للمسام لانه انا علجت المسام ابدي اخلي الفاندياشن انا انواع الفاندياشن اللي موجودة عندي واللي احبها واللي دائما استخدمها هي الانواع اللي بيها تغطية انا ادور تغطية عندي انواع مثل ميكا فوريفر وعندي ديور هذه صح حلوة وماركات راقية لكن تغطيتها خفيفة فاني تاركتها ما استخدمها ودائ استخدم هذه الانواع لدركستور لانه بيها تغطية النوعين اللي اني حاليا دائ استخدمهم هما جولد روز توت الكفر انا مسألت لكم وعنا الريفيو راح اترك الريفيو بالاي كارد او بصندوق الوصف حتى تشوفونا وعندي سوبرستاي من ميبيلين همين ما سويت لكم معنا ريفيو رح أترك الريفيو بالآي كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفونا نسي ما تعرفون أني عندي تصبغات فاللي أسويه هو أنه أنا آخذ طبقة من الفونديشن أي واحد يعني آخذ طبقة من الفونديشن وأخليها أوزعها على التصبغات بدون دمج انتبهوا على هذه الشغلة حتى إذا عندكم كونسيلر خافي عيوب تخلونا بنفس الطريقة مجرد توزعونا توزعون طبقة مننا على التصبغات أجي أوزع طبقة من الفونديشن الطبقة الثانية اللي أخليها من الفونديشن هي هذه اللي أدمجها فالطبقة اللي خليتها أول وحدة بالبداية على تصبغات رح تندمج ويه الطبقة الثانية إذا عندي هالات سوداء أخلي من هذا الكونسيلر سويت لكم معنا ريفيو كل شي أحبه وكل زيان نوعيته هذا الكونسيلر من ذبال هذا أخليه على الهالات السوداء يغطيها أستخدم كونسيلر اللي هو عندي لوريال انفيلبل هالة همين مسويت لكم عنه ريفيو وإذا تتذكرون أنا مسويت لكم همين ريفيو عن تارت كونسيلر تارت أنا حاليا ما استخدم تارت تاركته واللي مستمر عليه هذا من انفيلبل لأنه هذا أحسن بديل عن تارت بعد ما أخلي الكونسيلر أثبت بباودر هدى بيوتي أنا مسويت لكم همين ريفيو عن باودر هدى بيوتي وبالربوReview حbbeقول لكم عن بديل ممتاز عن هدى بيوتي دخلوا على الرفيو حتى تعرفون شين هو البديل المناسب عنه بعد ما وزعت الفونديشن وثبتت حول العين اكو عندي خطوط الابتسام بنات هذه انا اخلي عليها هذا الكونسيلر القلم يعني راح طبعا احط لكم صورة تبين شين خطوط الابتسام هذا يفيدني اغطي خطوط الابتسام او التقعر حول العين اذا هذا ما متوفر عدكم اخذوا قلم الكحل البيج هذا هميا يشتغل نفس الطريقة بس المهم قلم لا تخلون كونسيلر خلوا قلم لانه الكونسيلر راح يتحرك وراح يعني يروح هذا ثابت فخلصاني وزعت كل شي اجي بعديا اخلي البلاشر اراني دائما استخدم بلاشر كريمي عندي هذا من جولد الروز كلش احبه واللون كلش حلو راح راويكم الدرجة مالتة تشوفونا هذا طبعا مو بس بلاشر بنات هذا هميا كحمره يعني تقدرون تخلونا كحمره فهذا هو مثل ما تشوفون للدرجة مالتة كلش احب هاذي اللون وهاذي الدرجة فهو طبعا راح انتم جاعتكم سواء خليتوه على فانديشن او خليتوه على باودر قبل شنت استخدم هذا من فارمسي اللي هو هذا الكنتور جنت استخدمه الكنتور بس هاذا بنات موزين هذا لا تستخدمونه هذا من فارمسي موزين لانه هذا يسبب تصبغات واني جربته وما انصحكم به فهذا لا تستخدمونه اخذوا من فلورمار فلورمار ممتاز ممتاز الكنتور مالتة واحسن من هذا ميت مرة بعد ما خليت البلاشر ابدي اخلي الاضاءة الاضاءة اللي دا استخدمها حاليا هي من غولد الروز هاذي ممكن تستخدموها على الفانديشن ممكن تخلوها كشدو ممكن تخلوها عن مرة تخليها على الحمراء تنطيني فد لون وسع كلش حلو واقو شغلة ثانية بنات همين طريقة اعلمكم عليها بالدمج انه انتي ممكن شا تساوين تاخذين الاضاءة تاخذين الاضاءة يعني هاي عندي الاضاءة وهاذي فرشة الفانديشن طبعا اعتذر لي انه انا مستخدمتها اليوم فلي اسوي مرات شنو اخذ هيش اسوي انا موزعة الفانديشن مالتي على بشارتي فاخذ من الاضاءة هيش اسوي اضل هاذي منانا تنملي بالاضاءة وبعدي ابدي ادمج الفانديشن ادمج الفانديشن بهذه الفرشة فينطيني الفانديشن هيش فد يعني شون فد شي خفيف فد لون اضاءة خفيف على الفانديشن تصير اللون كلش حلو كلش حلو ما تصورو نش قد حلو اللون مالتي هذي الاضاءة اللي دا استخدمها حاليا هسا نجي على مكياج العيون رح اقول ملاحظة كلش مهمة بنات بالنسبة للبنات اللي عيونهم حساسة انه احنا لازم نبري القلم يعني نقط القلم اما قبل الاستخدام او بعد الاستخدام ضروري ضروري تسووها ليش لانه القلم من رح تكحلين بي من رح تكحلين بالقلم رح تصير اكو على القلم رواسب هذي اذا انا هسا خليت قلم الكحل هذا الكحل خليته طبعا هذي الكحل مال gold rose water proof فاني هسا خليت الكحل اجيت يعني هاي عيني خليت الكحل وجيت خليته وجيت بعدين استخدمته ثاني يوم هذي رح يسبب لي تحسس فلازم اني ابري القلم اطلع المادة اللي بقت على القلم بهاي الطريقة احنا نضمن انه العين ما تتحسس وعندي هذا القلم الثاني هميا رح اراويكم هذي الاقلام لانه انا هسا لذا استخدمه هذا القلم لاحظوا السواد مالته لاحظوا السواد مالته شون ولاحظوا التب مالته هذا القلم كلش احبه على فكرة هذي الاقلام هذي الاقلام من gold rose هذي مناسبة للعيون الحساسة وثباته كل زيان لانه انا جفوني دهنيا ما يثبت عندي شي فالثبات مالته كل زيان عندي هذي المسكارة من essence هذي المسكارة هذي الفرشة مالتها هذي المسكارة رهيبة بنات تفرق الرموش وترفعها لحظت بعد فترة انه رموشي تبقى مرفوعة يعني هذي كأنه ما تكبس الرموش بحيث انه الرموش تبقى مرفوع هي ووتر بروف من اجي ازيلها ما تسوي اتهبب حول العين فكل الزيانة المسكارة هذي نوعيتها ممتازة انصحكم بيها يعني الامتابع قناتي هنانا يعرف عندي قلم gold rose للحواجب هذا انا ما استغني عنه دائما دائما استخدمه ولاحظوا انه شون بهذا القلم لاحظوا انه شون مقشر هايا لانه انا على طول استخدمه وحتى عندي اقلام مثل ايزادورة مثل وايكون اقلام حلوة راقية ما استخدمها تركتها استخدم gold rose البرونزر اللي استخدمها من radiant هاذا كلش احب البرونزر هميا هاذي الحمر اللي عندي الحمر اللي عندي هاي الحمرة من وايكون هي ممثابته بس انا احب لونها هاذي الحمرة ممثابته هي بس انا احب لون مالتها هاذي تسبب اسمرار الشفة حشيت عنها في فيديو سابق اذا انا خليت باودر واحتاجيت فكس بلس فاستخدم هذا من قارني هذا هو طبعا مست للوجه انا استخدمه كفكس بلس هاي هي فهذا هو مكياجي اليومي منتجات gold rose كله متوفرة عندي بالبيج اذا حبيتوا تاخذون من عدها اه فاخيرا هذا هو الفيديو اليوم اتمنى انه هذا الفيديو اعجبكم مستمتعت به اخيرا اقول اشتركوا بالقناة فعلوا جرس الاشعارات اذا اعجبكم الفيديو عمنوا لايك تابعوني على مواقع التواصل الظهرة على الشاشة واللي تقوم رابطة في صندوق الوصف تحياتي لكم وشكرا